سنة 2022 كانت من أصعب السنوات مو بس على سوق العملات الرقمية إنما على معظم أسواق المال بالعالم وكتير ناس عم تسأل شو ممكن يصير بـ 2023؟ هل رح يبدأ السوق الصاعد؟ وشو التوقعات للبيتكوين والعملات الرقمية خلال هاي السنة؟ بهذا الفيديو رح نحكي عن أهم التوقعات لسنة 2023 المتعلقة بسوق العملات الرقمية كل عام وإنتوا بألف خير وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد أنا محمد وإنتوا حاليا عم تتابعوا قناة دكتور كريبتو هذا الفيديو برعاية منصة بايبت منصة بايبت واحدة من أكبر منصات تداول العملات الرقمية بالعالم اليوم إذا سجلت من خلال الرابط الموجود بأول صندوق الوصف ممكن تحصل على بونس للتداول بيعطيك لحد الـ 5000 دولار خصم على رسوم المعاملات إضافة أنه بالنسبة لجائزة شهر 11 اللي حكينا فيها كل من يسجل بشهر 11 بالمنصة وطبق الشروط بيقدر اليوم ينضم على مجموعة توزيع جوائز المنصة وبإذن الله مجرد أنك أنت بس تبعت لي الـ UID الخاص فيك أنا رح حول لك مبلغ الجائزة مباشرة كل الروابط بتلاقوها بأول صندوق الوصف توقعي الأول أن سوء العملات الرقمية خلال 2023 رح يبدأ بالتعافي ومشان نكون واضح معكم مو أصدي بالتعافي أن البول ماركت رح يرجع ونشوف القمم الماضية بس أنا واثق بشكل كبير وهذا رأيي الشخصي أننا مع نهاية هاي السنة رح نكون نجاوزنا الأسوأ وأصدي بالأسوأ هو القاع القاع يلي لسه ما وصلنا له ويلي أتوقع شخصيا أنه نوصل له خلال الربع الأول من هاي السنة يعني خلال الثلاثة شهور القادمة رح يكون بحدود 10.000 دولار أو أقل بشوي للبيتكوين والقاعة الخاص بكل العملات البديلة أقل بحوالي 60% إلى 80% من أسعارها الحالية والسبب الرئيسي وراء هذا الانقفاض اللي رح يصير خلال الثلاثة شهور القادمة هو ومين غيره الفيدرالي الأمريكي يلي المتوقع أنه يوقف رفع أسعار الفائدة مع نهاية الربع الأول من هاي السنة ولازم تنتبهوا كتير منيح للفرق بين التوقف عن رفع سعر الفائدة وتخفيضها هذا الشيء ممكن يكون كافي بس لوقف الانهيار بأسعار العملات الرقمية على الأقل والسبب لتوقعي بوصول البيتكوين ل10.000 دولار هو التوقعات اللي قرأتها بخصوص قاع سوق الأسهم يلي متوقع أنه ينهار لسه بنسبة 20% إلى 30% خلال هاي المدة وبالتالي ممكن ينخفض البيتكوين بنسبة 40% إلى 60% وإذا بتشوفوا الترابط بين أسعار سوق الأسهم وسعر البيتكوين بتفهموا أصدي كتير منيح ومن المهم أني أكد أن البيتكوين ممكن لسه كمان ينهار بشكل سريع تحت العشرة آلاف دولار لعدة أسباب مرتبطة بالكريبتو نفسه ومنها الأسباب ممكن تكون أخبار متعلقة بحضر تعدين البيتكوين بسبب أزمات الطاقة اللي عم تعصف في كل دول العالم حاليا عدا عن أنه مستخدمين منصة ميتكوكس اللي تسكرت 2011 ممكن يستلموا حوالي 140 ألف بيتكوين هذا الشهر اتخيل تكون ناسي محفظة بيتكوين بـ 2011 وتفتحها هلأ رح تنتظر البول ماركت ولا رح تبيع أنا بظن أنه رح يكون في ضبط بيع كبير ممكن يخلي السعر ينهار بشكل سريع والسبب الأخير اللي باعتقادي ممكن يخلي السعر ينهار بسرعة تحت مستويات العشر تالاف هو عمليات التصفية أو الدكوينة الخسائر بتشد وراها خسائر إذا كنت متداول بالعقود الآجلة أكيد مريت بهذه الحالة لما توصل الصفقة لعن سعر التصفية الناس بتروح على محفظة الاسبوت وبيعوا عملاتهم بأي سعر بسعر الماركت لتعزيز مركزهم أو الخروج بأقل خسائر وهذا سبب كافي لخلق ضغط بيع كبير جدا فالثلاثة شهور القادمة بغاية الأهمية لسوق العملات الرقمية والأحداث اللي فيهم رح تحدد معالم القاعة الحقيقي للسوق من وجهة نظري وتوقع الثاني للعملات الرقمية خلال هاي السنة مرتبط بالSEC لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بتصور أنه هاي السنة رح نشوف الSEC عم تتخذ إجراءات صارمة ضد أي مشروع أو شركة كبيرة ضمن سوق الكريبتو شفنا كثير أمثلة خلال السنة الماضية وبتوقع أنه كمان هاي السنة رح يكون لها بصمتها أكيد هذا الشي فإذا صار هذا الشي ممكن السوق ينمنع أنه ينطلق مثل أيام البول ماركتي اللي كلها بنشتئنا لها وتوقع الثالث لهي السنة أنه رح يكون فيه تنظيمات كثيرة مرتبطة بالعملات الرقمية على مستوى العالم رح تكون مختلفة بين منطقة والتانية ورح يكون منها المنيح ومنها السيء خلال هاي السنة رح تصدر اللوائح التنظيمية الخاصة بالعملات الرقمية بأوروبا يلي رح تعطي المجال للمؤسسات والشركات بأوروبا أنهم يستثمروا بالكريبتو بشكل واضح وقانوني لأن غياب الوضوح التنظيمي هو السبب الرئيسي ورى تردد الشركات والمؤسسات لحتى يستثمروا بالعملات الرقمية الوضوح التنظيمي في حال صار هاي السنة رح نشوف تدفق أموال ضخم ممكن يساعد بشكل كبير أنه السوق يتعافى وتوقع الرابع لهي السنة متعلق بالديفاي أو مشاريع الاقتصاد اللامركزي بتوقع أنها رح تتصدر المشهد خلال هاي السنة في حال صار فيه وضوح تنظيمي وبسبب مشاكل المنصات المركزية اللي صارت العام الماضي رح يكون فيه فرصة كبيرة للتطبيقات اللامركزية أن تتصدر الواجهة خصوصا أن معظم البروتوكولات الديفاي الكبيرة تم اختبارها من قبل العديد من المؤسسات وهذا الشيء مثير للاهتمام بشكل كبير لأن الديفاي من الناحية الفنية يعتبر منافس مباشر للنظام المالي الحالي للبنوك رح يقدر أي شخص يتداول ياخد أو يعطي قرض أو يتدخر ضمن بيئة شفافة بدون قيود لكن هذا الشيء له جانب سيء صراحة لأن ما بتوقع أنه الطريق رح يكون سهل لنوصل للاقتصاد الحرية اللي كلنا بنحلم فيه وأكيد رح يكون فيه مطبات كثير لكن بالنهاية البنوك والمؤسسات المالية هي بالأساس قائمة على العمولات اللي عم يقدوها من الناس مقابل المعاملات اللي عم نعملها من خلالهم فبتوقع أنه هاي البنوك والمؤسسات إذا ما قدرت توقف هاي المشاريع رح تحاول يكون إلها حصة لأسد فيها وبالتالي ممكن يكون هذا الشيء إيجابي فيما بعد بشكل كبير على السوء في حال أنه هاي المؤسسات والبنوك استثمروا بهي المشاريع وهلأ بنوصل لتوقع الخامس يلي مرتبط بالتوقع الثالث لحد ما وهو أنه الدفع بالعملات الرقمية رح يصير شائع بشكل كبير جدا خلال هاي السنة نحن فعلا بحاجة لو سائل دفع وتحويل أموال بشكل حر أكثر من أي وقت مضى لما أنت تمتلك بفرض أنت تمتلك مليون دولار بالعملات الرقمية على موبايلك أو محفظك بتقدر بأقل التكاليف أنك تتنقل بأموالك تحول منهم بأي وقت لأي شخص بأي مكان بالعالم بدون دفع رسوم البنوك الباهظة وبدون ما حدا يوقفك بالمطار لما تكون حامل أكثر من 10 ألاف دولار وبدون ما تسحب من رصيدك بالبنك بغير بلد بالعالم بخصم عمولات كبيرة جدا هذا الشيء ممكن يصير هاي السنة وخصوصا مع تحديث الإيتريوم يلي رح يجي خلال هذا الصيف يلي رح يخلي فيه قابلية للتوسع لعملات الطبقة الثانية أو الليرتو المبنية على الإيتريوم يلي ممكن توصل لعشرة من عشرة لمية ضعف أكثر من الوقت الحالي فبالتالي مثل ما قال فيتالك بيوترين مؤسس إيتريوم أنه مشاريع الطبقة الثانية على إيتريوم رح تستولي على وسائل الدفع بالعملات الرقمية وهذا الشيء يعتبر منطقي كونه أن الإيتريوم هي الطبقة الأساسية الأكثر أمانا لنظام دفع بجانب البيتكوين لكن طبعا ما رح تكون بطرق مماهدة بالورود لدحر النظام المالي الحالي خصوصا أنه العملات المستقرة لـ USDT و USDC العملات المستقرة اللي إحنا اليوم أكثر الناس بتستخدمها هي تم إنشاءها وبيتم التحكم فيها من قبل مؤسسات مركزية فما بنعرف شو التنظيمات يلي ممكن تصير بها الخصوص لكن في حال صار شيء بحد من إمكانية المستخدمين أنهم يستخدموا هاي العملات فرح يرجع تريند العملات المستقرة اللا مركزية فإن شاء الله إذا صار هالشي ما نشوف كارتها جديدة مثل يلي صار بلونا وعملة USD وتوقع السادس متعلق بتبني العملات الرقمية من قبل الناس بتوقع خلال هالسنة يزيد عدد حاملين العملات الرقمية بشكل كبير جدا بحسب آخر أحصائية 4% من سكان العالم حاملين للعملات الرقمية هاي النسبة قليلة جدا ومع هيك يعتبر النمو للوصول لهالعدد لا يستهام فيه بالمرة وفي كتير أسباب لاستمرار هالاتجاه خلال هاي السنة أهم سبب هو دمج مميزات العملات الرقمية مع منصات التواصل الاجتماعي الكبيرة كلنا سمعنا عن دمج الـ NFT مع إنستجرام وفيسبوك وإطلاق عملة تون الرقمية الخاصة بتطبيق تيليجرام و سيجنل تطبيقين عندهم مليارات المستخدمين إذا نسبة بسيطة منهم من هذون المستخدمين تبنوا العملة الرقمية رح يعملوا فرق شاسع جدا بعدد المستخدمين اللي حاملين للعملات الرقمية ورح نزل لكم فيديو مفصل عن مشروع عملة تون لأن لازم تاخدوا بالكم كتير منيح من هاي العملة والسبب الثاني اللي بيعتقد أنه تبني العملات الرقمية رح يزيد من شانه هو المشاكل الاقتصادية اللي عم تعصف في عدد كبير من الدول دول ممكن تنحبس فيها مجرد أنه مسكوا معك لورقة الدولار فتخيل حالك بدولة عملتها كل يوم عم تنهار وإنت مو قادر تحافظ على قيمة أموالك رح يكون الحل الأنسب والأسلم إليك أنك تتجه للعملات الرقمية كبديل آمن وحر وتوقع السابع مرتبط بشأن التبني الدولي للعملات الرقمية نزلت لكم فيديو السنة الماضية حكينا فيه عن الدول يلي ممكن تتبنى البيتكوين كعملة قانونية مثل ما عملت السلفادور عموما هذا الشي رح يكون إيجابي جدا إذا منسمع عن دولة أو دول جديدة رح تتبنى البيتكوين لكن هالشي رح يكون مرتبط بتوقع الأول وهو أننا مع نهاية هاي السنة على الأقل يكون السوق أخذ اتجاهه للتعافي وهون الكل رح يقدرك أنه في دورة جديدة بدأت فممكن يتم اتخاذ هيك خطوة من قبل بلد أو عدة بلدان وتوقع الثامن مرتبط بالتوقعين السابقين وهو أنه شركات التكنولوجيا العملاقة قد تعلن عن اندماج مع العملات الرقمية خلال السنتين الماضيين شفنا أعلانات وظائف خاصة بالعملات الرقمية من شركة أبل وأمازون لكن بالحقيقة ما شفنا أي تطور منهم أو من الشركات الضخمة التانية بهذا الصدد هذا الشي ممكن أنه نشوفه خلال هاي السنة وطبعا ما بدنا ننسى تويتر ووعد إيلون ماسك بدمج بميزات العملات الرقمية مع تويتر فالواضح يعني أنه فيه اتجاه من الشركات العملاقة لتبني العملات الرقمية وأكيد إذا صار هذا الشي رح يليه مبائز شركات لتعمل نفس الشي وفيه سبب مهم مخليني موقن من هالشي والسبب هو الميتافيرس يلي بنصحكم أنكم تجربوا هالتجربة الرائعة اللي لسه ببدايتها وبها الروعة فكيف لما تطور؟ لما تطور رح تكون شي كتير كبير بس عموما ما حدا معجب بالميتافيرس المركزي اللي بتتحكم فيه شركة ميتا اللي هي شركة فيسبوك لأنه الناس عرفانين أنهم مجرد وسيلة لاستخراج معلومات إضافية رح يتم بيعها للمعلنين أو مشاركتها مع الحكومات المهوسة بالتجسس والمراقبة لهيك بتوقع أن ميتا بالنهاية رح يقدركوا أنه الطريقة الوحيدة اللي يربحوا من هالتكنولوجيا الجديدة هي من خلال الاندماج مع البدائل اللامركزية توقع التاسع والأخير هو أنه البيتكوين ممكن خلال هاي السنة يتم استخدامه بالتجارة الدولية وممكن جدا بلد مثل إيران أنها تستخدم البيتكوين لهذا الموضوع إيران ما أكدت هاي المعلومة لسه لكن في بلدان كثير أبدت اهتمامها بهذا الشي بطبيعة الحال البلاد اللي أبدت اهتمامها بالبيتكوين هي نفس البلاد اللي عم تواجه عقوبات من أمريكا وحلفائها كانت هاي البلاد أليلة كتير بالماضي لكن حاليا بدأت القائمة طول مع دخولنا بما يسمى العالم متعدد الأقطاب بأحد القطبين في عنا أمريكا وحلفائها وبالقطب الثاني في عنا دول البريكس البرازيل، روسيا، الهند، والصين، وجنوب أفريقيا وحلفائهم وبضم في منكم سمع الأخبار اللي عم تحكي عن دول البريكس وفكرة عملتهم الاحتياطية أو سندوق التحوط الخاص فيهم يلي رح يكون بعيد عن الدولار مدعوم من عملاتهم الحالية وطبعا تحالف البريكس فيه بضمنه خلافات حول النسبة من العملات من كل دولة يلي رح يتم دعم هاي السندوق الاحتياطي فيها كمان من الممكن أن المملكة العربية السعودية تنضم لهذا التحالف بإضافة للأخبار اللي عم تكتر بالفترة الأخيرة عن السعودية وتشريع العملات الرقمية فيها خلال هاي السنة بنفس الخطأ يلي مشيت فيها روسيا فهذا التبني الواضح من دول بريكس ممكن يخلي هاي الدول يضيفوا البيتكوين لسلة عملاتهم الاحتياطية في حال هذا الشي صار ممكن نشوف البيتكوين والعملات الرقمية بمكان تاني تماما بالمكان يلي منتمنى كل ياتنا وهيكا بكون وصلت معكم لنهاية هذا الفيديو وهلأ صار دوركم انتو احكولي شو تبقعاتكم للبيتكوين والعملات الرقمية خلال هاي السنة موسيقى